موسيقى هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها موسيقى السودان في طهران معلن نشر قوات عراقية على الحدود الشمالية مع إيران وطهران تواصل تفكيك خلايا أرهابية ذات ارتباطات خارجية البرهان يقرر تجميد نشاط النقابات ويؤلف لجنة لتسييرها هل هو تقييد للحريات في السودان أم تفاقم لأزمة حكم العسكر موسيقى مرحبا بكم قد تكون زيارة رئيس الحكومة العراقية لطهران أكثر من إعادة لخلط الأوراق والحسابات في المنطقة إن كان لجهة مخططات زعزعة استقرار إيران أو لجهة تقاطع مصالح الرباعي التركي السوري العراقي الإيراني في معالجة قضية التنظيمات الانفصالية ومنها المتمركزة في إقليم كردستان العراق وقبل توجه محمد شياع السوداني إلى طهران قررت بغداد نشر الجيش العراقي على طول الحدود مع إيران ولسيما الحدود مع إقليم كردستان حيث عمليات التسريب والتخريب الأبرز تنطلق من هنا كل ما يجري في إيران من عمليات عنف وتخريب وشغب كان حاضراً لتصريحات السوداني الذي أكد التزام بغداد بعدم استماح لأي مجموعات باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للإخلال بأمن إيران أو دول الجوار وشدد على أن العراق وإيران كلاهما يكمل أحدهما الآخر وجزء لا يتجزأ من أمن المنطقة وعلى ما يبدو فإن نشر الجيش العراقي على الحدود وكبح تحرك التنظيمات الانفصالية المتمركزة في كردستان العراق قد يمثلان قلباً للطاولة على المخططات الخارجية ضد إيران وقد تتردد أصداؤها في العواصم الأربع دمشق وأنقرة وطهران وبغداد فهل سقط رهان والقوى الخارجية على زعزعة الأمن في إيران في نسخته الحالية إذن هذه عنوين ومحاور الملف الأول في المسائل نفصله ونناقشه مع ضيفين من طهران ينضم إلينا رئيس تحريص صحيفة إيران دبلوماتيك سيد عماد أبشنس ومعنا من العاصمة الأردنية أستاذ العلاقات الدولية وفضل النزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن ممني أرحبا بضيفين دكتور أبشنس أبدأ وإياك هذه الزيارة لرئيس الحكومة العراقية أول زيارة له بعد تسلمه مقاليد رئاسة الحكومة في العراق في توقيتها والملف الأساسي والحساس الآن الذي يبرز موضوع الأمن بالنسبة لإيران ما أهميتها وما الذي ترسيه في مسار العلاقة بين البلدين تحياتي لك أخوة رامية للأستاذ حسن والمشاهدين الأعزاء في الواقع العلاقات الإيرانية العراقية بعد سقوط صدام حسين باتت اليوم في علاقات استراتيجية حتى أعلى من الصداقة إذا ما أردنا أن نقول وعمليا أمن إيران وأمن العراق مرتبطين ببعضهم البعض وطبعا اليوم نعرف يعني الجميع باتوا يعلمون وحتى جاء في تقريركم أن هناك بعض القوات الموجودة القوات الإرهابية المجموعات الإرهابية التي انتشرت في منطقة كردستان العراق وتقوم بعمليات إرهابية في الداخل الإيراني وهنا عندما أؤكد مجموعات إرهابية لأنه ليس فقط المجموعات الإنفصالية الكردية موجودة هناك خلال السنتين الماضيتين أو الثلاثة سنوات الماضية استغلت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الخلق الأمني الموجود في هذه المنطقة للإتيان بمجموعات إرهابية وأحداث قواعد عسكرية قواعد لتدريب الإرهابيين في هذه المنطقة للانطلاق ضد الأراضي الإيرانية وطبعا حسب المادة 51 من نفاق الأمم المتحدة يحق الإيران أن تقوم بأي عمليات عسكرية تحمي حدودها تحمي أمنها القوم فيها ولكن إيران على كل حال حاولت أن تقوم بحلحلة هذا الموضوع بشكل دبلوماسي يعني قبل أن يصبح السيد رئيسي رئيساً للجمهورية في إيران سافر إلى بغداد عندها كان رئيس السلطة القضائية وحمل معه ملف كان لونه أحمر معروف هذا الملف وسلمه حينها للسيد الكازمي الذي كان حينها رئيساً للوزراء وفيه معلومات موثقة عن وأتصور مندوب الكردستان العراق أيضاً كان موجوداً في الاجتماع سلمهم هذا الملف وكان فيه معلومات عن إرهابيين دخلوا هذه المنطقة وطلبت إيران من الحكومة العراقية معالجتها حينها ولكن يبدو أن الحكومة العراقية حينها كانت منشغلة بمشاكلها الداخلية ولم تهتم لحل هذه المشكلة في منطقة إقليم كردستان العراق واليوم تطورت المشكلة إلى درجة أن إيران باتت مضطرة لكي تدخل هي عسكرياً على الخط في صفرة السيد السوداني أكد السيد السوداني أن القوات العراقية لديها القدرة على السيطرة على الحدود ومنع تسلل هؤلاء الإرهابيين إلى الأراضي العراقية إلى الأراضي الإيرانية وهذا ما سوف تفعله إضافة إلى ذلك هو نقل الرسالة للإيرانيين من قبل بعض الدول العربية في الخليج الفارسي أنهم يؤكدون أن إيران لم تقبل هذا التأكيد ولكنهم يؤكدون بأن هذه الدول لا تدعم هذه المجموعات وهذه المجموعات مدعومة من قبل جهات أخرى وليست من قبل الدول الخلجية وهنا بالضبط يعني السعودية دعيني أكون أكثر صراحة وأكدت السعودية في هذه الرسالة أنها لا تريد زعزعة الاستقرار والأمن أو تجزأت إيران لأن هذا سوف ينعكس على السعودية ودول المنطقة جميعا ما رأيك بذلك دكتور ممني أي رسائل تحمل هذه الزيارة بالنظر إلى ظروف والعنوان الأساسي أو الذي يتصدر المشهد في هذه الزيارة التي هي الأولى لرئيس الحكومة العراقية خارج العراق إلى إيران الملف الأمني الذي تحمله أو ترسله من رسائل برأيها مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام مما لا شك فيه يعني الرئيس السوداني الشياح السوداني هذه الزيارة الثالثة له منذ أن تسلم رئاسة الوزراء الزيارة الأولى لدول الجوار وهي الأردن لكويت ثم إيران لا شك فيه هناك واقع جيوسياسي معقد لا شك فيه هناك واقع جيوسياسي معقد يربط إيران بالعراق وفيه هناك تداخل في السياق الاقتصادي الأمني الاجتماعي وكل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاهات يمكن تزاملت أنه صار فيه تصعيد في المسألة الكردية وفي الشمال العراقي وأيضا في إيران من خلال العمليات العسكرية تمت وهذا بالتالي التصعيد يعني يمكن جعل الشياح السوداني أن يكون مسألة هذه المسألة العمنية من الأولويات التي تبحثها مع القيادة الإيرانية بهذا الجانب بهذا الأمر لكن أنا بالتقدير الخاص الموضوع الكردي المسألة الكردية مسألة الإرهاب يعني ساب يعني قديمة جديدة ليست يعني المسألة ليست جديدة بهذا الجانب يعني قديمة جديدة لها تشعبات تشعبات تتعلق في قضية قضية كردية إقليمية دولية تتعلق في الهوية تتعلق في أمن هذه الدول اللي هي من ضمنها إيران يعني إيران بالنسبة لها سوريا العراق التركية تنظر إلى المسألة الكردية أنها تلامس عملها الوطني وبالتالي تلامس ما يسمى في وحدة أراضيها وكل هذه الجوانب بل كل يعلم أنه في السنوات الماضية ونتيجة لحالة عدم الاستقرار في المنطقة يمكن هذه المنطقة وفرت ظروف ملائمة لنمو ولوجود بعض العناصر الإرهابية أو الجماعات الإرهابية تزامنت أيضا مع ازدياد ما يسمى في الطموحات القومية لدى الأكراد وبالتالي ازادت تعقيدا بهذا الجانب فلذلك المسألة ليس مسألة إيرانية لحالة هناك مسألة العمر يتعلق في إيران في العراق في تركيا وفي سوريا إلى حد ما بهذا الجانب بهذا الاتجاه طبيعي هناك أيضا أطراف يعني خارجية تعقد العمر بهذا الجانب المسألة ليست فقط مسألة على الأطراف القليمية هناك الجانب الأمريكي اللي فعليا موجود ويعتبر حليف أيضا إلى كثير من الجماعات الكردية في هذا الجانب هناك الروسيا بهذا المعنى بهذا الجانب فلذلك هنا متحدث عن واقع معقد مركب حقيقة بهذا الجانب أضف إلى ذلك أنا بتقدير الشخصي أيضا يمكن بغض النظر من هي الجهات التي وراء هذا الأمر لكن أيضا تزامنت محالة احتجاجات داخل إيران بهذا الجانب وبالتالي صار في ربط ما بين الاحتجاجات الداخلية وما بين مسألة الفراغ الأمني اللي موجود مثلا في منطقة الشمال الكردي وبالتالي هناك جماعات رهابية يعني تركيا تتحدث عن جماعات رهابية إيران تتحدث عن جماعات رهابية مثلا سوريا أيضا تتحدث منذ البداية الحكومة السورية تتحدث عن وجود جماعات رهابية بغض النظر على معظم الجماعات الكردية التي لها طموحات قومية بالنسبة لهذه الدول هي مرفوضة لأنه في نهاية المطاف طموحات قومية تعني أن لدى الأكراد رغبة بتأسيس واقع إما أن يكون انفصالي أو واقع إلى حد ما نوع من الحكم الذاتي الذي يؤثر على سيادة هذه الدول فلذلك نتعامل مع حالة معقدة أن لقد تكون ربضارة نافعة بهذا المعنى بمعنى أن بالنسبة للحكومة العراقية والدولة العراقية نشر القوات العراقية على الحدود قد تكون قطوة إيجابية لأن الكل يعلم أنه كان فيه كمان حالة خلافية ما بين الحكومة العراقية المركزية وما بين إقليم كردستان موضوع البشمرقة موضوع الجيش العراقي موضوع الحجد الشعبي وكل هذه الجوانب ولا ننسى أن العراقي فقط منذ سنوات تعافى من حالة إرهابية عميقة حقيقة أثرت عليه فأنا بالتقدير الشخصي قد يكون هذا التصعيد الذي حاصل إيجابي بمعنى أنه يسمح للعراق ببسط سلطته بما فيه الجيش العراقي على كافة الحدود وقد يكون هذا الأمر يؤثر على تقليص مسألة النشطات الإرهابية هذه النقطة يعني أحيلها بعد الإشارة لأنه أول وجهة غير عربية لرئيس الحكومة العراقية كانت إلى إيران يعني سقطت سواً لكن هل الظروف الآن موجودة يعني عندما نتحدث عن هذه الفصائل انفصالية تمارس العنف التقاء بشكل أو بآخر الرؤية في هذا التوقيت بين عواصم أربعة دكتور أبشناس بغداد طهران أنقرة ودمشق قد يغير ويجعل من مفاعل ما استمعنا إليه في لقاءات اليوم للرئيس الحكومة العراقي مع القيادات وعلى رأسهم المرشد بأن أمن العراق من أمن إيران وأمنهما مرتبط بأمن المنطقة قد يجعل مفاعل عملية قابلة للتنفيذ لأنه في نية على ما يبدو في بغداد لكن ذلك سينسحب على القدرة على التنفيذ طالما الأمر في مناطق إقليم كردستان للعراق أولا دعيني أوضح هذا الموضوع أخو ترامي الموضوع يعني ليس فقط المجموعات الانفصالية الكردية هناك مجموعات إرهابية مثل داعش خرصان التي تسمى في أفغانستان داعش خرصان وفي إقليم كردستان هم تحت مضلة لذلك قلت فصائل الانفصالية دمنا أن نعددها يعني ونسميها تمارسة نعم ولكنها ليست حتى كردية بعض هذه المجموعات ليست كردية أو مجموعات تابعة لمنظمة مجهدي خلق وهي تغطي نفسها بالمظلة الكردية هذه كلها قام الأمريكيون بنقلها إلى قواعد في هذه المنطقة ويقومون بتدريبها للقيام بعمليات في الداخل الإيراني وهذا أنا لا أقول له كتحليل منذ تقريبا أسبوعين أحد وسائل الألام الأمريكية نفسها ذهبت إلى إقليم كردستان وقامت بتصوير بعض الفتيات التي يتدربن في هذه القواعد وهذه الفتيات أكدوا أنهم يتدربون للقيام بعمليات داخل إيران يعني بصراحة هم يقولون أنهم يدربون عناصر لكي يقوموا بعمليات داخل إيران أما بالنسبة لملتقى إيران تركيا والحكومة العرقية والسوريا طبعا هنا المجموعات الإنفصالية أو المجموعات الإرهابية الموجودة هنا والتي زرعها الأمريكيون في هذه المنطقة هذه تهدد أمن كل المنطقة وليس فقط هذه الدول الأربعة في المرحلة الأولى إذا ما أردنا أن نقول لربما تهدد أمن هذه الدول الأربعة ولكن هذا الموضوع لن يختصر على هذه الدول بل ممكن أن ينجر إلى باقي دول المنطقة وأنا لا أتصور هناك مصحة لأي دولة من هذه الدول الأربعة للسماح بهذه المجموعات أن تكبر وتتوسع ولهذا فحتى أن على الرغم من أن إيران كانت معارضة بشدة لأي عملية تركية في داخل العراق ولكن اليوم بدأت إيران تتفاهم أنه في ظل التواجد هذه المجموعات الإرهابية تركيا أيضا مضطرة أن تقوم بها كذا عملية واليوم أحد الموضوع التي قام السيد السوداني ببحثها في طهران كان أن تقوم إيران بالاتصالات مع تركيا أو تتوسط مع تركيا لوقف أي عملية تركية ممكن أن تحصل في الشمال العراقي وأن يقوم الجيش العراقي بضمان الحدود مع تركيا أيضا ليس فقط ضمان الحدود مع إيران وهذا عمليا قابل للتنفيذ في الرؤية بين الدول لكن ماذا أيضا عن واقع داخل العراق قليم كردستان العراق سأعود إلى هذه النقطة لكنك طالما تحدثت عن بعض المجموعات والفصائل ودعم الولايات المتحدة الأمريكية سأعود إليك دكتور أبشناس ونشرق معنا دكتور حسن ممني لكن نعطي بعض التفاصيل هي أكثر من ضربات حاسمة وجهتها إيران عبر الكشف هنا مشاهدين عن مخططات زعزعة استقرارها من الداخل ورصد وتوقيف الخلايا المكلفة من الخارج بتنفيذ أعمال العنف واستهداف الأجهزة الرسمية وأيضا المواطنين الساعات الماضية كشفت بوضوح أكثر عن ارتباطات خلايا العنف والتخريب بجهات خارجية محددة حيث أعلن حرس الثورة القاء القبض على العنص من استخبارات إحدى الدول الخليجية كان يستعد للقيام بأعمال تخريبية في محطة هرموزكان جنوب البلاد الأخطر من ذلك هو ما كشفه الأمن الإيراني عن إحباط عمليات نوعية لعصابة دولية لتهريب الأسلحة والذخائر في شمال محافظة سستان وبلوشستان جنوب شرق إيران هذه التوقفات ليست الأولى بل سبق القوات الأمنية الإيرانية نفذت عمليات مماثلة أدت إلى توقف خلايا مرتبطة بالموساد وبأجهزة غربية لسيما خلال أعمال العنف الأخيرة وأبرزها أي تعقيب على ما تقدم بطرحه أيضا دكتور أبشناز والسؤال عن الظروف الآن القابلة لأن تكون في التقاء في الجهود ومن الخطر لهذه الفصائل الانفصالية التي تمارس أعلى درجات العنف التجاه أمن وإقرار أربعة دول نتحدث هنا عن إيران العراق وأيضا تركيا وسوريا هو الربط حاصل يعني ما بين الربط مصلحي بين هذه الأربع دول الآن في السياق الاستراتيجي وفيما يتعلق في سيادة وعلى هذه الدول قطعا ليس من مصلحة هذه الدول أن يكون في هناك حالة انفصالية أو مشاعر كردية عالية تؤدي إلى استقلال أو حالة انفصالية وشوفنا قبل سنوات عندما طرحت مسألة الاستفتاء على الاستقلال في شمال العراق جميع الدول الإقليمية عارضت هذا الأمر وحاولت بالضغط ثني الإقليم الكردي والبرزاني في تلك الفترة عن هذه المسألة فلذلك مسألة عشان أنا حكيت مسألة كردية مسألة قديمة جديدة بهذا المعنى فلذلك التقت المصالح أن هذه الدول إلى حد ما بينها خلينا نسميها علاقة رمادية هناك توافق في المصالح وهناك اختلاف المصالح حول قضايا معينة في هذا الجانب في هذا الأمر أضف إلى ذلك بس دعيني أشير إلى نقطة وهو الأمر لا يتعلق فقط بهذه الأربع دول فيه هناك أيضا قوى دولية داخلية على الخط وهناك المتعة الأمريكية التي أيضا تتمتع بعلاقة مثلا تعالف مع تركيا في الناتو وبنفس الوقت هي تتعاطى مع الأكراد بهذا الجانب وهي أيضا تتعاطى تتعامل بعلاقة استراتيجية مع العراق هناك روسيا التي ترتبط أنا بتقدير الشخصي كمان بعلاقة رمادية سواء كان مع تركيا بالذات وإلى حد الماء مع الجانب الإيراني وهي أيضا تتعاطى مع الأكراد بهذا الجانب لكن دكتور موني تسمح لي وأنا أبقى معك الآن وكأنه في نوع من الوشائش حول هذا الملف تتشابك يعني اليوم تركيا بعد التفجيرات التي يعني التفجير الذي حصل في في اسطنبول في تقسيم ساحة استقلال كان في كلام وموقف موجه باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية الآن في عملية قد ترتقي التي تصبح برية يبدو بأنه في تناسق وتنسيق بشكل أو بآخر بين موسكو أنقرة وأيضا طهران ولا ندري إلى أي حد الأمر منصق أيضا على مستوى دمشق الساحة الآن في إيران ومحاولة استغلال الأراضي العراقية والكلام الذي استمعنا إليه من رئيس الحكومة وما أشار إليه دكتور أبشناس بأنه في نوع من التفاهم أو التفاهم الإيراني أيضا العملية التركية يعني بالتوازي بين البلدين والنظرة المشتركة بشكل أو بآخر حول هذا الملف باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية من العواصم الأربعة وربما أيضا روسيا هل يغير في واقع الاختلافات التي ذكرتها شيئا قد يكون عمليا على الأرض ميدانيا مختلف؟ إنه مما لا شك فيه فيه توافق بين هذه الدول الأربعة لكن كمان إذا بنجي نطلع فيه قد يكون فيه نظرة بالاختلاف أو نظرة مختلفة يعني تركيا الآن أولويتها هي الشمال السوري بهذا الجانب تركيا العملية العسكرية تتحدث عن عملية عسكرية بمناطق محددة في الشمال السوري حين العرب كوباني وكل هذا الجانب لكن لا تتحدث عن عملية عسكرية في شمال العراق القوات الكردية التركية موجودة إلى حد ما في الشمال العراقي وفيه هناك تعاون ما بين تركيا ما بين إقليم كردستان خاصة البرزاني أربيل في هذا الجانب في هذا الاتجاه التوافق موجود وبالتالي والولايات المتحدة الأمريكية تتحدث أنها تتفاهم الهواجس الأمنية التركية وكل هذه الأمور لكن هي تتحدث أنه مثلا مسألة دخول تركي إلى المنطقة الشمال السوري قد يخلق واقع بمسألة مثلا داعش وعودة الإرهاب بهذا الأمر أنا بتقدير الشخصي هذا التوافق واللي حاصل قد يصب في مصلحة أيضا الحكومة السورية لأنه الآن مثلا لو صير في توافق بأن يتم إعادة نشر القوات السورية على الحدود السورية التركية هذا يعتبر إنجاز مثل ما تفعل العراق مثل ما بفعل العراق بهذا الجانب فلذلك بالنسبة للحكومة السورية أنا بتقدير الشخصي لها مشاكلها مع تركيا لكن أيضا الهدف العام للحكومة السورية هي استرداد سلطتها على كامل الترهاب السوري وبالتالي قد يكون هذا التصعيد ينتج واقع يمكن تجييره لصالح الحكومة السورية وبالتالي قد يتم توافق على نشر قوات سورية مثلا على الحدود السورية التركية لكن هناك عقبة هل الولايات المتحدة الأمريكية التي حليفة للأكراد مثلا قوات قصة وغيرها سوف توافق على ذلك بهذا الجانب وأعتقد أنه يمكن يعني فيه هناك نوع من التفاهمات فيها لكن من المبكر لأوانه التحدث عن أن هناك صار فيه اتفاقه وبالتالي يجري تنفيذه بتقدير الشخصي الأمر ما زال في سياق تصعيد قد يكون لدى الإيرانيين والأتراك استراتيجية تصعيد تؤدي إلى تهدية تصعيد يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق وترتيبات معينة بغض النظر هذه الترتيبات موقتة أو دائمة تكبح جماع هذه الجماعات أكثر عماد أبشناس تعليقك على هذه النقطة وأنت ذكرت عن موضوع الملفات وما تكشفه إيران على مستوى حجم عمل الاستخباراتي ليس فقط على مستوى غربي بقاتل الاتحاد الأمريكية وعينما أيضا بعض القوى بما فيها دول عربية خليجية منها إلى أي حد ذلك فيما يوجد في المعلومات والمعطيات وما تم كشفه يمكن أن يكون قاعدة للبناء عليه لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تتواجد مع كل مشروع انفصالي ومن يتحالف معها النظرة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها لمثل هكذا جماعات في محاولة استخدام هذا الملف باتجاه إيران للنفاذ إلى داخل إيران هل هي ملتقية فعلا مع الدول الأساس الفاعلة التي تتأثر بشكل مباشر في وحدتها الجغرافية في سيادتها من مثل هكذا مشاريع انفصالية تدعمها واشنطن العلاقة هنا بين هذه العواصل في الواقع منذ بضعة أشهر عندما زار الرئيسان بوتين وأردوغان طهران أحد الأمور التي تم طرحها من قبل إيران وروسيا كان أن تتعاون إيران تركيا والروسيا لسماح لنشر أو المساعدة في نشر القوات السورية على الحدود التركية ونشر القوات العراقية على الحدود التركية والإيرانية وتأمين أمن منطقة إقليم كردستان العراق ومنطقة المناطق الكردية السورية من قبل الحكومات المركزية العائق الوحيد في ذلك الحين ولحد الآن هو الأمريكيين يعني الأمريكيين لا يقبلون بنشر قوات الجيش الهراقي على الحدود ولا يقبلون بنشر قوات الجيش السوري على الحدود ويعرقلون هذا الموضوع سببه أنهم لا يريدون أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة وهنا على الرغم من أن تركيا تعتبر حليفة بالنسبة للولايات المتحدة اسميا ولكن عمليا الأمريكيين حتى يهددون أمن حليفتهم تركيا يعني هذا لا يحتاج إلى تحليل واليوم عندما هم وجدوا أن إيران سوف تقوم بعملية في داخل إقليم كردستان العراق يعني سمحوا للحكومة المركزية بأن تعلم بأنها سوف تقوم بنشر قواتها على الحدود مع إيران لو لا هذا التهديد الإيراني لربما الحكومة المركزية العراقية لم يكن بإمكانها أن تصر على نشر قواتها على الحدود وتأمين الحدود وهنا نستطيع أن نقول هذا لمصحة الجميع يعني نشر قوات الحكومة المركزية العراقية على الحدود ونشر قوات الحكومة المركزية السورية على الحدود وتأمين الحدود هو لمصحة الجميع لمصحة كل دول المنطقة ولمصحة الأكراد نفسهم وأنا أتصور أن حكومة تقليم كردستان أيضا تعلم ذلك يعني إذا ما زاد الأمر عن الوضع الحالي واستمر التهديد الأمن الداخلي الإيراني الأمن القومي الإيراني فإقليم كردستان أيضا يعلمون أن إيران لن تسكت إيران حتى في الآونة الأخيرة أرسلت رسالة للأمريكيين بأن لا يقتربوا من المواقع التي تتواجد فيها القوات العناصر الإرهابية التي تهدد من إيران وإذا ما أصيبوا بأي أذى هذا سوف يكون من عاتقهم لأن إيران أنذرتهم بأن لا يقتربوا والأمريكان انسحبوا من هذه المنطقة لأنهم كانوا يعلمون أن إيران سوف تستهدف هذه النقاط حتى لو كان فيها أمريكيون وقتل فيها أمريكيون يعني قتل في هذه القواعد أمريكيون ولكن الأمريكيون سكتوا على الموضوع لأنهم كانوا يدربون الإرهابيين ولم يكن بإمكانهم أن يعلموا أننا كنا ندرب الإرهابيين في هذه القواعد وقتل حتى أوروبيين وكان هناك البعض الذين يحملون هويات مزدوجة هويات عرقية أوروبية أو عرقية أمريكية أو إيرانية أوروبية إيرانية أمريكية موجودون في هذه القواعد وقتلوا في القسف الإيراني وهذا كلام مهم جدا أيضا وعملية الترك بالنسبة لما يتم دعمهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هذا سيناريو مكرر يعني تركهم لمصيرهم سنبحث إذا كان الأمر كذلك لكن أبقى معك ولو بتعليق سريع دكتور أبشنس ما هي الأوراق التي يمكن البناء عليها اليوم لخلق موقف عملي بالنسبة لإقليم كردستان العراق إذا كان فيه توافق وتفاهم في خطورة هذا الملف واستخدامه غربيا على رأس الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الموساد الإسرائيلي وبعض القوى العربية بأن نرى تعاملا عمليا بالنسبة لإقليم كردستان لأنه المطلوب واضح إن كان هذه القوات سحبها من هذه المناطق سحب سلاحها وأي قدرة لها على استخدامها للتأثير مجددا بأي شكل على الأمن القومي الإيراني ما هي الأوراق الممنوكة؟ أنا أتصور اليوم الموقف واضح بالنسبة لحكومة إقليم كردستان البارزاني اجتمع بالسوداني الأسبوع الماضي قبل أن يأتي السوداني إلى طهران والسوداني يعني اتفق معه كان هناك اتفقات نقلها السوداني إلى طهران اليوم الموقف واضح جدا بالنسبة لإقليم كردستان العراق حكومة إقليم كردستان العراق بقاء الأكراد مرهوم بطرد هذه المجموعات من هذه المنطقة يعني لا إيران لا تركيا ولا الحكومة المركزية العراقية سوف تقبل تقبل بوجود هؤلاء العناصر يعني حوالي 20 ألف عنصر غير عراقيين هؤلاء ليسوا عراقيين موجودون هناك ويقومون بعملية إرهابية داخل إيران لماذا هم موجودون هناك يعني الإبقاء على هؤلاء عمليا يهدد أمن الأكراد جميعا في هذا الإقليم ولا أحد يريد ذلك ولا أتصور إن الحكومة المركزية في الحكومة حكومة إقليم كردستان عفوا حكومة إقليم كردستان لا تستوعب هذا الموضوع هي تعلم جيدا إن بقاء هذه العناصر يهدد كل الأكراد في هذه المنطقة وليس فقط أكراد الموجودون على الحدود الإيرانية العراقية ولا أدر إذا يحد ذلك بانتقال إلى دكتور مومني اتتسك مع ما قاله المرشد قال الكثير من المواقف المهمة من بينها إنه إذا ما أراد أحد زعزعت أمن العراق فإننا سنضع صدورنا درعا أمامه كي نحمي العراق هذه هي وجهة نظرنا تجاه أمن العراق ومن هنا أيضا يعني سؤال موصول المراهنة على مثل هكذا فصائل انفصالية تمارس العنف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الموساد وبعض الأطراف الأخرى هل ما زالت مستمرة بالنظر إلى استيعاب الأمر كشف إيران الكثير من الملفات والعمل والتعامل معه والمواجهة التي تمت وحتى بما فيها خارج الحدود يعني أبداية العراق في علاقة معقدة مع كل الطرفين مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إيران بهذا الجانب على مسألة أكيد إيران طبيعي لتبرير هذه العلاقة ولتبرير تواجدها أو نفوذها في العراق بدأت تحكي أنه مسألة الارتباط وأنه إيران مستعدة للدفاع عن العراق وطبيعي ممكن استذكار مسألة وقوف إيران مع العراق بما مسألة حرب مع داعش بهذا الجانب لكن أيضا العراق مرتبط بسياق قوي كمان مع الولايات المتحدة الأمريكية وهنا دعيني بس شوية يعني أمر معين دعيني نفرق ما بين الحالة العراقية وبين الحالة السورية بهذا الجانب بهذا الاتجاه على بالنسبة لتركيا وبالنسبة لإيران بالنسبة لتركيا الحالة السورية الموضوع الكردي في الشمال السوري هو الأكثر مقلق كثيراً لتركيا بهذا الجانب وشفنا منذ سنوات تركيا تعاول أن تصنع منطقة عازلة منطقة آمنة وكانت في سنوات سابقة تهدد بعملية عزكرية بكل هذا الجانب هناك نوع من التفاهم والعلاقة الجيدة ما بين أقليم كردستان وتركيا مثلاً بالنسبة لإيران بتخدير الشخص العلاقة ما بين إيران وأقليم كردستان الأربيل وغيره يمكن فيه نوع من إلى حد ما قد لا أسميه توتر لكن فيه علاقة قد لا تكون صحية بهذا الجانب وبالتالي بالنسبة لإيران المقلق هو الواقع العراقي اللي موجودة في عناصر بتهدد مثلاً أمن إيران بهذا الجانب إيران سابقاً كانت وروسيا حتى كانت سابقاً ضد أي عملية تركية في الموضوع الكردي ولا يوجد عندها مشكلة مع الأكراد اللي موجودين في سوريا بهذا المعنى وبالمناسبة يفترض أن هذه الثلاث دول تركية إيران وروسيا بالمفروض أنه في عندهم تفاهمات وفي عندهم إرث تراكمي من التفاهمات لا ننسى مسألة أستانة لا ننسى اتفاقات سوتي يعني مفروض يكون بهذا الجانب ويتم البناء عليه بهذا الأمر أضف إلى ذلك ما هي المسألة معقدة ومشتبكة مع بعض يعني مسألة خضي مسألة التركية السورية الروسية ما هي مسألة التركية الروسية ليست فقط في الموضوع الكردي ولالك إدلب اللي فيها نفس الشيء كمان ولالك جماعات لكن هو كان الأمر دكتور ممني كما أشرت الأمر معقد لكن اليوم في ملف تظهر في الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الأقصى الأنواع من الوسائل لاستخدام بعض الفصائل الانفصالية للنفاذ إلى الأمن الداخلي لدول يعني على مستوى الأمن القومي الآن نرى مشتركات كبيرة لذلك سألتك حتى أخذ منك جملة لنختم بها لنختم بها الولايات المتحدة الأمريكية الداخلة عن المراهنة مش بس الموضوع مش بس هي داخلة على كل ملفات هي دولة موجودة على ملوجة نظرة وداخلة على الملف الكردي داخلة على المسألة السورية داخلة على إدلب يعني الولايات المتحدة الأمريكية داخلة في كل هذه الجوانب وما يجري في العراق وفي سوريا هو عنوان من مجموعة عنوين تحكم العلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران مع روسيا مع كل هذا الجانب ولا تنسى يعني فيه هناك ترابط حتى في مسألة أوكرانية في هناك ترابط في هذه المسألة شكرا جزيلا لك دكتور حسن ممني أستاذ علاقات الدولية وفضل النزاعات في الجامعة الأردنية ضيفنا من عمان شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس رئيس تحريص صحيفة إيران دبلوماتيك ضيفنا من تهران شكرا لضيفينا مشاهدينا فاصل نفتح من بعده الملف الثاني في المسائية ونبحث في خلفيات قرار البرهان تجميد عمل النقابات المهنية في السودان وما هي المالة تفضل ورجاء بالمقائمة أهلا بكم جديد في المسائية من الميادين وفي ملفها الثاني رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يصدروا قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لم يكتف البرهان بهذا القرار بل ألحقه بقرار آخر قضى بتأليف لجنة برئاسة مسجل عام لتنظيمات العمل في وزارة العدل وذلك لتكوين اللجان تسيير النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل هذه الخطوة أتت في محاولة لوضع قرار تلك القوى العاملة تحت السيطرته فضلا عن عطائها صلاحيات تحديد وحصر أرصدت وحسابات هذه النقابات داخل السودان وخارجه وضعها تحت السيطرة بطبيعة الحال رفضت تنسيقيات لجن المقاومة هذا القرار ودعت إلى تظاهرة أيضا ضمن تراه مليونية الأربعاء باتجاه مبنى البرلمان ردا على قرارات المجلس العسكري تحت عنوان الطريق إلى مليونيات ديسمبر في سياق موازن أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو انحيازه الكامل إلى التسوية السياسية الجارية وقفه مع التغيير والمتظاهر وكذلك عقدت الألية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد اجتماعا مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والمؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الأصل لبحث أولويات التسوية السياسية المرتقبة لنقاش هذا الملف معنا من الخرطوم الناطق الرسمي باسمه تجمع المهنيين السودانيين السيد الوليد العالي مرحبا بكم هي ليست الأولى كخطوة لتجميد عمل النقابات أعادتها المحكمة العليا من جديد يتم تجميدها لماذا وما هو بالنسبة لكم التقييم الوضع أولا الرحمة والمغفر لشهادات الثورة السودانية عاية الشفاء بجرحاها وعودة حميدة لمفقودها والمغفين قسرين الحرية أيضا للمعتقلين السياسيين الآن المعتقلين السياسيين موجودين حتى الآن داخل المعتقلات من لجان المقاومة ومن بعض التنظيمات السياسية وبعض الناشطين أولا التدخلات الحكومية في العمل النقابي غير مستحدثة وغير جديدة في السودان كل الأنظمة الدكتاتورية تتدخل أولا في العمل النقابي وتحاول أن تكمم النقابيين والنقابات والعاملين نحاول منها في اعتبار أن العاملين هما يشكلوا مكان القلب من قوى الثورة وقوى التغيير الإجراءات التي يتخذ البرهان أو الانقلاب البرهان هي مرفوضة من أن نحن في تجمع المهنين السودانيين ومرفوضة من قوى الثورة السودانية ومرفوضة من كل النقابيين والعاملين نحن نفتكر أن الشرعية بتحوز اللجان التنهيدية النقابية إنما تكتسب من لجان العمومية جمعيات العمومية ومن التفاف العاملين حول هذه اللجان ندعو في تجمع المهنين باستمرار لتكريب وتجويد عمد هذه اللجان المنتخبة من الجمعيات العمومية للعاملين وصولا إلى التشكيلات النقابية المكتملة استباقا حتى لإجازة أي قانون ليحمي هذه النقابات باعتبار أن الشرعية الأساسية لا تستمدها النقابات من القانون إنما من القواعد المهنية والقواعد العمالية إجراءات البرهان لن تؤدي إلى حمايته ولن تؤدي إلى تكميم أفواه النقابيين والعاملين جهة أنه النظام السابق نظام عمر البشيرة السابق المباق أيضا كان عنده محاولات لتكميم ويعني تكبيل حركة النقابيين لكن العاملين بيجعوا باستمرار لإيجاد وسائل وطرق مختلفة ومن ضمنها حتى كان تشكيل تجمع المهنين اللي أنا أتكلم باسمه حاليا هو أيضا تجمع ضم إجسام تورية نجأة في ظل غياب النقابات الفئوية لكن أنا أتحدث عن موضوع النظام السابق من ضمن ما طرح سيد الوليد علي بأنه في محاولة لإزاحة الواجهة للنظام السابق المتغلغلة في النقابات لذلك تم تشكيل لجنة لتشكيل لجان لتسيير عمل هذه النقابات حتى أن تعقد يعني الجمعية العمومية الاجتماعات العمومية ويكون فيه انتخابات لتخليصها من هذا النفاذ ل يعني النظام السابق الموجود فيها ولذلك أيضا وضع اليد على ما يقدم بموضوع الأرصد في الحسابات في الداخل والخارج كيف تعلقون على هذه النقطة أولا بعيدة بعيدة إسقاط النظام السابق تم تشكيل أو تم تكوين جمعيات عمومية لمعظم المهن ومعظم العمال لتشكيل هيئات نقابية جديدة تسعى بنفسها لإجازة قانون النقابات الديمقراطي خلفا لقانون السابق المشوّق هذه التشكيلات تم تم حلها بواسط الانقلابين وتم إرجاع المزورين السابقين لواجهة النقابات ثم تم حلها مرة أخرى وهافز الآن الذي يحدث الآن هو كله عبارة عن تدخلات حكومية في الشأن النقابي الرسالة الذي يحب نوجه أن العمل النقابي لن ينصلح بتدخلات الحكومية العمل النقابي لا يمكن إصلاحه إلا من داخل الحركة النقابية نفسها التدخلات الحكومية لن توقف العاملين عن المطالبة بحقوقهم وعن المطالبة بتحسين أوضاع العمل وعن المطالبة بنظام ديمقراطي يرعى المواطن ويرعى ذوي الدخل المحدود في السودان مبدئياً كل التدخلات الرسمية في العمل النقابي مرفوضة مبدئياً سواء كانت لهذه اجهاء أو لتلك اجهاء سواء كانت مجموعة تحسب للنظام المبادئ أو مجموعة تحسب لقوى الثورة الحديثة المبدأ الأساسي هو استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية هو دي المبدأ الذي يحب الدافع عنه والذي ينسع عليه ومستمرين فيه والثورة جزء من الثورة هو نتحدث عن موضوع الثورة سيد وليد علي نريد أن نعرف فعلاً من هي فعلاً قوى الثورة ولأنه صار في عملية تجردهم بشكل كبير قوى الحرية والتغيير والحديث عن أن قوى داعمة للثورة وقوى للثورة وأين أنتم من ذلك لأنه هل أنتم ما زلتم ضمن هذه القوى في من يقول في بعض يمثل المهنيين وفي من يقول لا الأمر خرج بالكامل هذا سنسأله ونبحث عنه لأنه هذا ما يدفع أن المشهد معقد ويستعصي ربما بشكل أو بآخر على الحل لكن قبل ذلك سنستعرض لبعض النقاط حيث في أواخر شهر آب أغسطس من عام 2019 مشاهدين أصدر المجلس الانتقالي في السودان مرسوما بإنشاء المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية وقد تكون هذا وتكون هذا المجلس من أحد عشر عضوا ستة منهم عسكريون وخمسة مدنيون برئاسة عبد الفتاح البرهان يوم أنشئ المجلس كان من المقرر أن يقود المرحلة الانتقالية لفترة 39 شهرا يرأسه العسكريون لواحد وعشرين شهرا قبل أن تنتقل رئاسته إلى المدنيين خلال الفترة المتبقية إلا أنه مع انتهاي فترة الرئاسة العسكرية ومع تفاقم الخلافات القائمة بين المكوناين تخلف المكونا العسكري عن الخطوة محالة دون تسليم السلطة للمدنيين وعلاوة على ذلك تراجع العسكريين عن تعهداتهم حيث أمر كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في حكومة عبدالله حمدو ما وصف حين ذاك بالانقلاب الذي أدى إلى استقالة الأخير حيث اعتبر البرهان أن خطوته كانت ضرورية لمنع انزلاق البلاد نحو الفوضى خلال الفترة الأخيرة ظهرت في السودان ملامح اتفاق سياسي ما أعلن قوى الحرية والتغيير التوصل إلى تفاهمات مع المكونا العسكري وتوقعاته بتوقيع اتفاق إطاري يمهد الطريقة للوصول إلى اتفاق شامل يضمن تأليف حكومة مدنية لأن التعثرات ما زالت قائمة ومستمرة وقد تستبعد أي تفاهمات متوقعة في هذا الإطار مشاهدين يأتي موضوع الحديث عن التسوية السياسية والقوى السياسية التي تستطيع أن توقع عليها وبالتالي تسير الأمور نحو اتفاق يعني يحل الأزمة السياسية حيث وصلت في السودان سيد الوليد علي الآن بالتزامن مع هذه الخطوة لتجميد عمل النقابات المهنية كما اتخذ من البرهان يأتي بالتوازي مع الحديث عن التسوية السياسية لكن من هي القوى الفاعلة فعلا التي تستطيع الذهاب بمثل هكذا مسار أين أنتم من مثل هكذا خطوات التسوية السياسية المطروحة الآن هي بالضبط هي تسوية بين قوى سياسية من النادي السياسي القديم والنظام المباد الجنرالات لا يمثلون إلا خط بدفاع عن النظام المباد الجنرالات لا يمثلون أنفسهم إنما يمثلون مصالح ارتبطت بالنظام المباد مصالح لها أكثر من 30 عام مصالح الطفيلية مصالح المرتبطة بالمحاور وبالمجتمع الدولي أو بعض مصالح المجتمع الدولي نحن في تجمع المهنين السودانيين جزء من قوى التغيير الجذري القوى التي تصر على استكمال المسار الثوري على استمرار التغيير أو استكمال التغيير تغيير حقيقي إن الثورة السودانية ما هي عبارة عن تغيير لوجوه النظام كما حدث في الفترة السابقة الفترة السابقة الثورة سنجحت في تغيير الحكام ولكن الآن تستعيد لتغيير النظام تغيير حقيقي للنظام القوة الثورية الآن موجودة في الشارع تشمل لجان المقاومة تجمع المهنيين قوة تغيير الجذري مجموعة كبيرة جدا من عسام المطلبية والمعسام السياسية والمهنية والفهاوية وبعض التشكيلات النقابية الوليدة اللي الآن هي قاعدة تبني في نفسها بغض النظر عن قرارات الانقلابين بحل هذه اللجنة أو تلك إنما كل المهنيين وكل العاملين على قلب رجل واحد من أجل استكمال مسارة التورس إلى أي حد ذلك كيف يمكن استبيان ذلك لأنه مثلا يقال بأن تجمع المهنيين هناك من هو موجود أيضا بقوة الحرية والتغيير هذا ينسحب عن موضوع الحزب الشيوعي وحزب البعث وما إلى ذلك وحتى يعني قوة الحرية والتغيير في المجلس المركزي وفي الكتلة الديمقراطية التي تقول أيضا بأن هذه التسوية هي تأتي في إملاءات خارجية كيف يتم تحديد فعلا القوى الفاعلة أو القادرة ليس فقط من خلال الشارع ولا ندري إلى أي حد يعني مظاهرة الأربعاء قد تكون مسارا يغير في الواقع السياسي حيث وصل شيئا العملية الثورية عملية تراكمية ومستمرة التظاهرات والإحتجاجات لم تتوقف منذ إنقلاب 25 أكتوبر الماضي أو العام الماضي حتى هذه اللحظة قوى التغيير الجدري طرحت ميطاقها لجان المقاومة طرحت مواثيقها تجمع المهنين السودانين وقوى التغيير الجدري يتعاملون بإيجابية مع مواثيقها لجان المقاومة خصوصا الشكل النهائي الموحد لجان المقاومة وهو ميطاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب الذي يزعى إلى تغيير حقيقي للنظام يزعى إلى تفكيك تمكين كامل للنظام السابق وكل المصالح المرتبطة به لأن النظام السابق لا زال موجود ويسيطر بشكل كبير جدا على كل مقدرات البلاد وموارد البلاد لصالح جهات أخرى غير الشعب السوداني الشعب السوداني بيزعى إلى الاستفادة من موارده لتلبية احتاجاته الأساسية وعلى رأس الخدمات الأساسية من التعليم والصحة والعيش الكريم إنما أما ما يسمى بقوة الحرية ويتغيير بشقيها سواء كان المجلس المركزي أو الديمقراطي أو الشكل آخر أو كل المسميات التي تسمى بها أعضاء النادي السياسي القديم في يدية كلها بتسعى إلى الوصول إلى عملية سياسية ضد ما لهم استمرار تواجدنا على أراضي المناصد لمعزل عن المجتمع الدولي بيسعى إلى عملية سياسية تسوية أساسا هي قديمة كانت منذ فترة النظام المبات سميت بعملية الـ Soft Landing أو الهبوط الناعم الـ Soft Landing أو الهبوط الناعم تم قطعه بواسطة الثورة السودانية أحنى النظام القديم رأسه للعاصفة فوصل إلى وثيقة دستورية معيبة بشراكة مع العساكر أخذ أنفاسه ثم انقلب على الثورة السودانية الآن الثورة السودانية تتحضر لإعادة الكرة لموجة جديدة من أجل استعادة المسار المسار التحول الديمقراطي الحقيقي للثورة السودانية القوى السياسية الموجودة في قوى الحرية وتغييره كل أعضاء النادي السياسي لا يهمهم مصلحة الثورة والشعب السوداني إنما يتهمهم مصالح أحزابهم ومصالحهم هما وأحلافهم من النظام الديم شكرا جزيلا لك سامح ننتهى الوقت سيد الوليد العالي الناطق الرسمي باسم تجمع المهنين السودانين ضيفنا من العاصمة الخرطوم شكرا جزيلا لك وبهذا نصل إلى ختام المسائية مشاهدين دائما المزيد من الأخبار والتقاري إضافة إلى مواكبة البت الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دعونا إلى اللقاء اشتركوا في القناة